تعالوا دلوقتي نبدأ نعمل التطبيق اللي قدامنا ده وهو يعتبر تطبيق بسيط هي مراية مراية كلاسيك المفروض التطبيق ده بسيط خلص يعني المفروض ان هو ما ياخدش وقت كبير لان فكرته بسيطة جدا المفروض ان احنا يعني لو عايزين نحلل كده اللي احنا هنعمله دلوقتي احنا عايزين نعمل سيكشن سيكشن اللي هيبقى بتاع الفريم المراية ده سيكشن هيبقى الحتة دي سيكشن كده لدي وبعد كده نحطه بسويب على ركتانجل بحيس ان انا بقى كده عملت الفريم ده والتفاصيل اللي جوا دي شكلها كده دواير دخلة في بعض فهتبقى حاجة بسيطة خلص ان احنا نعمله اللي جوا ده بقى المفروض ان احنا نعمل بلان ونحوله الاديتاب والبولي ونخلي البوليجونز بتاعته بالتوبولوجي تبقى بالشكل السامبوكسيات ده ونحن احنا كده تقريبا خلصنا يبقى فاضل بس ان احنا نعمل لها مثلا بيفل ولا حاجة ويبقى كده الموضوع خلص فتعالوا نبدأ هتقابلنا مشكلة صغيرة ان انا ما عنديش غير الصورة دي يعني انا ما عنديش سيكشن فعلا للمراية دي فانا كده هتطر ان انا اعمل سيكشن انا من دماغي اقرب حاجة ممكن تكون لده فانا فعلا رحت مطلع ورقة ورسمت عليها سيكشن اي حاجة كده يعني بحيث ان انا اعمل سيكشن قريب من ده وابدأ بيه اللي انا رسمته اهو بس يعني حاجة سريعة كده عشان نبدأ بيها وممكن ما تبدأش بورقة زي كده يعني يعني انت ممكن من الماكس على طول تطلعه وتبدأ ترسم على طول انا بس حبيت ان انا ابدأه كده علشان اوريكوا الناس لما بتيجي تعمل التصميمات دي اصلا بتبدأها ازاي يعني طبيعي جدا ان يجي في دماغ حد ان كل التطبيقات اللي احنا عملناها سواء التطبيق بتاع السلم الكلاسيك اللي فات او التطبيق بتاع التربيزة الاسلامي اللي قبله كان عندنا ساكاشن يعني كان في صور بندخلها ونقعد نشوف من عليها هي الحاجات دي بتيجي منين يعني الصور دي المفروض ان انا لو بعمل تصميم فعلا اجيب الصورة دي منين المفروض ان انا اللي باخترع الموديل ده هو بيبقى الطريقة كده انت بتطلع ورقة وقلم وبتقعد تعمل كده للشكل اللي انت عايز تعمله ايا كان الموديل هو ايه تعمل بقى تعمل تصور كده لشكله من او من بعد كده بقى بتبدأ تطبق اللي انت عملته ده على او على اي برناميك سري دي فاندلوقتي عملت كده يعني روحت مطلع ورقة وعملت كل اللي فات ممكن نعمل كده يعني السلم التفاصيل اللي كانت موجودة فيه ممكن تطلع ورقة وترسم شوية اشكال كده وتقول انا عايز اعمل دي تبقى كنها هي الحديد بتاع السلم من تحت اللي هو الشكل اللي كان موجود عليه من تحت ومن الجنب اللي احنا عملنا له باند ده بنبدأ بالطريقة دي المهم انا عندي صورة كده عايز ادخل الصورة دي على الماكس وابدأ بقى من علشان اعمل الفريم ده انا فتح الماكس فاضي خالص اهو تعالوا نبدأ من كده هقول له عمليه بالمنظر ده والبلان ده تعالوا ندوس اف تلاتة ونسحب الصورة بتاعتنا دي عليه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده تعالوا بقى نكبر الطب فيو كده ويفضل ان انت لما تيجي تعمل ساكاشن يعني لما ترسم ساكاشن تو دي هتعملها بسويب بقى وكده الساكشن يبقى تبقى رسمه من الطب فيو احسن يعني طيب انا هرجع للبلان وهقول له مثلا نكبر لي العرض ده كده شوية مثلا اكن الساكشن كده وكده كده هنزبط المقاس بتاعه بعد ما نخلص هقول له بقى دلوقتي اعملي كريت للاين وابدأ ارسم اللاين مثلا من هنا هشيل كده ايدي من على الشفت عشان اطلع الزاوية دي بعد كده اعمل شفت تاني واكمل اهو زي ما قلتلكم هعمل كله كده وبعد كده بقى نعمل فلت ونشوف النقطة الفيرتسيز دي عايزين نغير في شكلها ازاي كده مثلا حاجة بالمنظر ده كده ونقفل طبعا اخر نقطة مع اول نقطة ونقول له بعد كده همسك الفيرتسيز اكيد طبعا اخر نقطتين دول ما بيقوش على حيزة بعض فهمسك نقطة فيهم وهفعل الموف وهفعل مع الاند بوينت والاكس والي ويقول له هزيلي النقطة دي على دي بعد كده نبدأ بقى نعمل فلت للنقطة الكتير اللي احنا عايزين نخليها تبقى ده كيرفيت دي وليكن مسلا زي النقطة دي ودي ودي مسلا كل دول كل واحد بقى نعمله فلت بشكل مختلف عن التاني علشان الكيرفيت خلاص انا كده خلصت يعني اللاين اللي انا كنت بعمله اهو بالمنظر ده ممكن بقى نمسك البلان ده ونعمله ديليت خلاص انا كده عندي لين بس طبعا المقاسات بتاعته مش مظبوطة تعالوا نشوف بقى المقاس بتاعه كام فهدخل على قيمة يوتلتز واقول له مجر هتلاقي انه هو 16 سنتي في 8 سنتي يعني كده 16 سنتي وكده 8 سنتي هقوله بقى دلوقتي ادخل على قيمة ايدت ترانسفورم تول بوكس وندخل على سايز هنا نزبط بس طبعا بنعمل ريسيت اكس فورم الاول واحنا عاملين السيستيم يونت ميلي برضو فانا هقول له مسلا ان انا عايز العرض اللي هو في تجاه ال اكس ده مسلا يكون 12 سنتي فعايز ال اكس تكون 120 ميلي واقول له سات سايز كده بقت 12 سنتي اهي وهقول له الواي عايزها تبقى مسلا 60 نجرب كده ونعمل سات سايز هتبقى حاجة بالمانظر ده يبقى كده 6 سنتي كده في 12 سنتي كده تمام يعني ممكن كده تكون الابعاد الى حد ما ظريفه ممكن نخلي ده كمان يبقى 50 احسن تهيقل يعني كده يبقى احسن طيب ده كده ما يسويه بقى مظبوط اللي هو 12 سنتي في 5 سنتي واكين ده بتاع الفريم تعالوا بقى نعمل الريكتانجل اللي المفروض انه يبقى الباث تعالوا نرجع كده تاني وانا عايز بما اني عايز الفريم ده يبقى رأسي كده فهعمل الريكتانجل ده على الفرونت فيو بالمنظر ده واقول له مثلا انا عايز ابعاد الريكتانجل ده بالسنتي كده كده صغير قوي انا عايزه يبقى مثلا اللي هو الارتفاع بتاعه ده يبقى 50 سنتي مثلا والعرض بتاعه يبقى مثلا 120 سنتي حاجة كده ممكن نخليه يبقى متر بس يعني متر في نصف متر كده انا بقى عندي حاكتين عندي باث اللي هو ده وعندي سكشن اللي هو ده على الارض همسك بقى الباث وعايز بقى اطبق عليه موديفاير من الاتنين اللي بيعملوا لي الاشكال تبقى يمشي على باث بحيس انه يبقى مجسم فهقول له انا ماسك الباث اللي هو الريكتانجل ده حطيلي عليه مثلا موديفاير سويب او بيفل بروفايل وهناعمل ونبيك على السكشن ده هنلاقي ان هو طلع بالمنظر ده وطبعا الدنيا طلعت على طول بشكل سريع كده مظبوطة لان احنا كنا عاملين السكشن ده من والريكتانجل من فماحتاجناش نعمل ريسيت لأي حاجة والدنيا طلعت مظبوطة على طول تعالوا نشيل الجريد دي نشيل دوس جيه كده بس النقطة او السكشن ده ماشي على من انهي نقطة فتعالوا نفتح ونجرب نقول له مسلا من النقطة دي النقطة دي من النقطة دي من النقطة دي او ممكن نقول له كده ونقول له احنا عايزينه يمشي من النقطة الخارجية دي بحيس ان هو يبقى حاجة بالمنظر ده طيب انا شايف ان كده الفريم ده صغير قوي يعني انا كنت محتاج ان الريكتانجل ده يبقى اكبر من كده بكتير يعني مثلا يبقى بدل متر في خمسين سنتي يبقى مثلا متر ونص مية وخمسين مثلا في سبعين سنتي كده على اعتبار يعني ان الفريم يبقى حاجة بالمنظر ده عشان يبقى المراية يعني لها شكل يعني طيب خلاص كده الفريم اهو تعالوا بقى دلوقتي نعمل اللي هي الاجزاء اللي جواه كان فيه هنا زي اشكال كده لو فتحنا الصورة دي هتلاقي ان فيه اشكال هنا بس اشكال كانت بسيطة ده وير سيركلز كده سيركلز كده فتعالوا نعملها برضو من الفرونت فيو كده ونرسم شيبز يعني هدوس اف تلاتة واقول له رسم لي شيب كان فيه شيب اصلا اسمه سيركل واقول له اوتو جراد بحيث ان هو يرسمه هنا هتعمل سيركل كده مسلا بتعالوا نخلي نحاول نزبط دوس اف اربعة كده ونحاول نزبط ان الريديس بتاعها يبقى متوسطا يعني يبقى جوه اللي هو المكان الفريم اللي احنا عاملينه ده وممكن بقى ندخل على البرامترز بتاعتها وفي قائمة رندرين نقول له انيبل ان رندر وانيبل ان فيو بورت وهي باي ديفولت بتبقى فاقول له وزود بس بتاعها كده بالمنظر ده وممكن في الانتر بوليشن نقول له بحيث ان هو يخلي السيجمينس بتاعتها تبقى اه كتير كده علشان بس تبقى اه سموز يعني طيب بس انا بفضل ان احنا ما نعملهاش ونزود احنا بنفسنا السيجمينس كده عشان ما تبقاش زادت قوي على الفاضي فممكن نعملها عشرة كفاية جدا 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 طيب تعالوا كده نروح على البرسبكتف احنا مش محتاجين من دي غير نصها يعني هي كبيرة دخل الغايد جوه كده انا فعلا مش محتاج غير النص اللي انا عامله ده وبرضو انا عايز اقلل الريديس بتاعها لانه كبير جدا كده ونزود السيجمينس ده عشان يبين لان انا حسناها وكانش بين كده مثلا كده هتبقى باينة اهو بالمنظر ده التجويف برضو اللي احنا عاملينه ده كبير قوي خلاص تعالوا نرجع هنا من التوب فيو كده التجويف انا قصدي اللي هو ده تعالوا نمسك اللاين ده ونمسك بتاعته ونقول له مثلا احنا عايزين نمسك كل دول ودول كمان نحركهم فوق 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 كده حيس ان التجويف ده بحطة صغيرة كده ممكن دول بقى نبدأ نقلل كده مثلا مثلا حاجة كده يعني بس عشان التجويف مايبقاش جامد قوي تعالوا بقى نرجع تاني كده ونقول له واطلع من البرتيز ونمسك السيركل اللي احنا كنا فيها دي حاجة كده طيب انا هزود الريديس بتاعها كمان سنة ممكن نزود الثيكنيس ده نخليه واحد كامل كده طيب زي ما كنا بنقول ان دي انا مش محتاجة كلها انا محتاج نصها بس فتعالوا نقول له يعني نحولها الادتابل بولي نعمل لها ايزوليت كده ندوس F4 عشان نبقى شايفين كويس هنلاقي ان السيجمينس فعلا اسماها اهي طيب ما تيجي نمسك البوليجونس كده نقول له مسك لي شوية البوليجونس دول اللي هو النص بالزط ونعمل لهم ديليت انا محتاج النص ده بس فعلا طيب تعالوا نعمل هنلاقي ان احنا كده بس وفرنا شوية البوليجونس وخلاص جميل قوي تعالوا بقى دلوقتي نمسك دي هي كده تقريبا في مكانها بالزط عايز بقى اكررها اخدها الاول هنا كده حيث ان دي تبقى في الكورنر بالزط ونبدأ ندوس Shift وناخد منها نسخة كده بك ان دايرتين دخلين في بعض بالمنظر ده كده وهقول له بقى النسخ دي خليها تبقى واخد مثلا 15 نسخ وهقول له اوكي حيث ان هما يبقوا حاجة بالمنظر ده لسه محتاجين اكتر من خمستاشر فهدوس كده برضو حيث ان هي تبقى تقريبا زيها واقول له اخد لك كمان مسلا تمان نسخ اوكي يعني تقريبا كده وصل ماشي ممكن نعمل كمان واحدة بالمنظر ده واقول له اوكي بعد كده هدوس كده انا مسكهم كلهم هعمل سكيل خفيف كده بس عشان تبقى على قد البتاع دي بالزبط المكان يعني بالزبط نعمل كده مسلا حلو جدا كده دول المفروض ان هما عايزهم كلهم يبقوا مجسم واحد فتعالا نعمل لهم ايزوليت ونعمل لهم اتاتش همسك اي واحدة منهم واقول له اتاتش ليست وعمل اتاتش الكول اللي قدامي ده لان انا عامل ايزوليت حيث ان كلهم يبقوا حتة واحدة لو رجعنا تاني عملنا ان ايزوليت هتلاقيين المنظر عندنا بقى زي ما انتم شايفين كده طيب تعالوا دلوقتي نعمل سيمتري فانا همسك الابجيكت زي ما انا مسكه كده وقول له حطيلي علي موديفاير سيمتري كده هو بيحطه في اتجاه الاكس لا انا عايزه يبقى في اتجاه الزد الواي سوري انا عايزه يبقى في اتجاه الواي كده ممكن نعمل فليب بحيث ان هو يبقى بالمنظر ده ونمسك المراية ونعمل لها روتايت خمسة واربعين درجة برضو نبقى نفعلين الانجلس نياب عشان نعرف نليف على طول كده هو بقى بشكل ممتاز جدا نتعمل تعالوا نعمل سيمتري تاني السيمتري ده اتعمل فعلا في الاتجاه اللي احنا عايزينه بس محتاجين بس نعمل له فليب ونقول له برضو يمسك لنا الميرور وناخد الميرور في اتجاه الاكس كده 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 حيث ان احنا نحط دول في مكانهم اهو كده وهنلاقي ان الدنيا كده بقيت مظبوطة طيب ممكن ناخد كمان سيمتري حيث ان احنا نخلي ده بقى يبقى مع كوس قدامه تحت بس كده انا عايز اخلي الميرور بتاعته تبقى في اتجاه الواي بالزبط كده ونمسك المراية وننزلها تحت 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 كده بحيث ان انا ابقى حطيت ده كده في مكانه بالزبط كده تمام خلاص بعد ما عملت سيمتري 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 دول ممكن نمسك بقى الاوبشيكت الاصلي اللي هو الفريم بتاع الميرورية وده كان ريكتانجي اللي معموله شوي ممكن نحط او نحوله كده ونعمل الجسم بقى الكبير اللي واخد سيمتري كتير ده كده بقى كله حتة واحدة اهو تعالوا نشيل بقى الفاربعة بقى عندي حاجة بالمنظر اللي احنا شايفينه ده عايزين بقى نعمل الجزء اللي في النص اللي هو اللي هيبقى المراية يعني فهبص ان بالمنظر ده واقوله اعمل لي بلان وممكن البلان ده نفعل فعلا واقوله انا عايزك البلان ده يبقى من اول هنا لغاية هنا طيب البلان ده هقوله زود السيجمنت اللي فيه تعالوا نروح على البرسبكتف وندوس فاربعة ونقوله خليلنا السيجمنت اللي هي البطول دي تبقى كده واللي بالعرض مثلا يبقى كده بحيس انه تقريبا تبقى البوليجونز مربعة لو انا دلوقتي قلت له انا عايز بس خلي لونه يبقى غامق شوية كده ممكن نخلي ده كمان يبقى لونه كده علشان بس ايه بتبقى الدنيا واضحة اهو الابجيكت ده حاولته وهدخل هنا بقى على التوبولوجي على موديلينج واخلي التوبولوجي بتاعه يبقى بالمنظر ده دي كده بقى منظر السيجمنت جميل جدا كده بقت زي ما انا عايز بالزبط ولو خدنا بالنا ان عدد البوليجونز مزبوط يعني هو دول واحد اتنين تلاتة اربعة ودول تلاتة زي فعلا اللي كانوا موجودين هنا واحد اتنين تلاتة اربعة ودول تلاتة وده بسبب ان البوليجونز بتاعت البلان كانت بنفس العدد بالزبط يعبوصوا عمدنا كنترول زيد هنلاقي ان البوليجونز دي تلاتة وهنا في ستة لو انا كنت مغير دول يعني لو البوليجونز دي كانت متغيرة كان هيطلع لي العدد بتاعت دول مختلف فطلعت مظبوطة اهي طيب تعالوا نمسك بقى البوليجونز اهي كل البوليجونز دي ممكن نعمل لدول نقفل دي خلاص انا البوليجونز عندي بقت بالمنظر اللي انا عايزه ممكن دلوقتي اعمل لهم بيفل اهو ونخلي البيبل دي يبقى باي بوليجون يعني كل بوليجون يبقى الواحد وخالص كلهم طلعوا اهو ممكن نعمل الاسكيل كده بالمنظر ده حيث ان كل واحدة تبقى طلعة مثلا مينس سنتي مقس واحد وممكن تكون دخل الجوه برضو او الارتفاع بتاعها يبقى سنتي او ممكن نقلل الارتفاع شوية نخليه يبقى بوينت فايف مثلا حيث ان هي تبقى طلعة سنة صغيرة وقول له اوكي يبقى كده تمام انا خلصت لو شلنا اف اربعة هنلاقي ان احنا عملنا المجسم بتاعنا ببساطة خالص خالص يعني بتاعلي ده اسهل تطبيق فيهم لو طبعا برضو فتحنا الصورة اللي احنا كنا بنعمل زيها اهو كده وفتحنا التطبيق بتاعنا كده هنلاقي ان احنا وصلنا تقريبا للصورة بالزبط يدو بفضل شوية وتبقى تمام التمام احنا كده خلصنا تلات تطبيقات برضو راجعنا فيهم شوية حاجات وعملنا اوامر مختلفة الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هنعمل تطبيقات اكبر شوية يعني احنا كنا بنعمل دلوقتي object يعني مثلا دلوقتي عملنا مرية المرة اللي فتح عملنا سلم المرة اللي قبلها عملنا ترابيزة حاجات بنستخدمها اكنها بلوكات يعني المرة اللي جاية بقى هنعمل بقى مشاريع كاملة يعني هنبدأ المرة اللي جاية نعمل both لان فيه ناس شغلها كتير بيبقى both is both is اللي هي بتاعت المعارض بعد كده بقى هنعمل مشروع interior كامل مشروع exterior كامل يعني هنعمل الموديلنج بتاع المبنى نفسه بقى والتفاصيل والديكورات والحاجات اللي فيه المهم ان احنا دلوقتي عملنا كم تطبيق زراف اتعلمنا فيهم او راجعنا فيهم شوية امر من اللي احنا خدناها وهنكمل ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية اشوفكم بقى في الفيديوهات اللي جاية ودي هتبقى مرحلة بقى فيها تفاصيل اكتر شوية هنلاقوا بقى ان الموضوع برضو يعني التفاصيل مش معقدة ولا حاجة بس اقصد فيها تفاصيل اكتر شوية يعني المشاريع هتبقى اكبر شوية مش هتبقى مجرد مجسماته خلاص مش وخلاص لا مشروع كامل يعني فهتلاقي ان الموضوع بقى كننا فعلا بدأنا نشتغل حقيقي في مشاريع لان تقريبا اللي احنا كنا بنعمله دلوقتي تطبيق ده واللي فات واللي قابله بنسبة كبيرة لما هنيجي نعمل مشاريع حقيقية مش هنقعد نعمل للحاجات دي الا لو مطلوب مننا حاجة بعينها بقى يعني العميل قال لي انا عايز المرادي او عايز السلم ده بالزبط وانا مش لقي له بلوك انما الطبيعي ان انا بستخدم بلوكات في هي والديكورات والاكسيزوريس والحاجات دي انما لما باجي عمل مشروع بقى انا طبعا اللي بعمل حواقت وبعمل السقف السقط وبعمل الكرانيش والاكستيريور انا بعمل كله فده اللي احنا هنبدأ نعمله اه في الفيديوهات اللي جايه والبوثيز طبعا احنا اللي بنعمل التصميم من اول والاخر فاشوف كم في الفيديوهات اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته